حزام ناري يلف حزب الله جنوبي لبنان هكذا وصف الجيش الإسرائيلي سلسلة الغارات التي نفذها على أكثر من أربعين هدفاً لحزب الله فقد اشتعلت اليوم الجبهة مع جنوبي لبنان أعنف هجوم إسرائيلي على مواقع الحزب منذ بدء حرب غزة إذا أعلن الجيش الإسرائيلي قصف العشارات من الأهداف إضافة لمجمعات عسكرية وبنية تحتية لحزب الله في عدة مناطق جنوبية وقال مدير مكتب الحدث في فلسطين أن الغارة الإسرائيلية على عدة مناطق في جنوب لبنان كانت مبرمجة مسبقاً وليست رداً على التصعيد الأخير متوقعاً أن المواجهة بين إسرائيل وحزب الله ستستمر على هذه الشاكلة دون كسر لقواعد الاشتباك وفق المصادر وضح مراسل الحدث أن جزءاً من الغارات الإسرائيلية ركز على منطقتين راميا وعيد الشعب وستهدف أنفاقاً تحت الأرض تابع لحزب الله مشيراً إلى أن إسرائيل استخدمت في هذا القصف ذخائر ثقيلة وأن هذا يفسر سماع الانفجارات على بعد مسافات بعيدة اشتركوا في القناة من جنوب لبنان معنا مراسلة الحدث ناهد يوسف مساء الخير لك ناهد تطورات متلاحقة تأتي من الجنوب نتابعها معك نعم بداية قبل دخول في تطورات هذا النهار منذ بعض الوقت أغار الطيران الحربي لا رأى على جبل الريحان هذا الجبل يمكن أن نراه خلفنا فوق هذه الإضاءة التي هي خلفنا تماماً جبل الريحان الذي يقع في قضاء جزين أغار عليه الطيران الحربي منذ بعض الوقت هي المنطقة نفسها التي كان يستهدفها سابقاً عندما كان حزب الله يسقط مسيرات إسرائيلية فوق تلك المنطقة كان الطيران الحربي يعود ويغير على تلك المنطقة هي أيضاً مقابلة لجبل صافي تلك المنطقة التي يقول الجيش الإسرائيلي أن فيه مطار المسيرات لحزب الله في تلك المنطقة إذن هذه الغارة حصلت منذ دقائق قبل الهواء مباشرة أما بالعودة إلى تطورات هذا النهار لا رب الفعل كان هذا الحزام الناري الذي تحدثت عنه للمرة الأولى تشهده البلدات الجنوبية منذ بداية المواجهات في جنوب لبنان بهذه الكميات من الصواريخ التي ألقيت على بقعة واحدة بين بلدتين عيت الشعب ورامية 14 غارة تحديداً بحسب الجيش الإسرائيلي قال أنه استهدف 25 موقعاً أو هدفاً تابعاً لحزب الله في تلك النقطة هذه الانفجارات الصواريخ صمع دويها في أرجاء البلدات الجنوبية بسبب طبعاً أنواع الذخيرة حتى لا رأي يعني كل غارة الغارات باتت تختلف عن الغارات السابقة الآن باتت كل غارة تحصل يعني يحس المواطنون بما يشبه الهزات الأرضية نظراً لأنواع الصواريخ المتطورة التي بات يستخدمها الإسرائيليون مغيراً لتلك التي كانت يستخدمها في بدايات المواجهات أو بداية هذه المواجهات في المنطقة الجنوبية كانت كما ذكرت هذه الغارات الأعنى في اليوم أو المشهد الأبرز اليوم ولكن لم يكن هناك من رد من حزب الله على هذه الغارات اليوم اقتصرت ردود حزب الله على استهداف مستعمرات رداً أو في إطار الرد على الغارة التي كانت استهدفت مدنيين يوم أمس في بلدة حنين والتي أدت إلى مقتل مدنيتين سيدة وطفلة هذه العملية كان لها رد من حزب الله باستهداف أربعة مستوطنات عدة في إسرائيل هي شوميرا وأفي فيم تجمعات لجنود إسرائيليين فيها بالإضافة إلى مارغيليوت ونطوعة كانت هذه العمليات هي رداً على استهداف المدنيين أما العمليات الأخرى فتأتي في إطار العمليات اليومية التي يقوم بها حزب الله باستهداف مواقع إسرائيلية على طول الشريط الحدودي غير ذلك كانت هناك أيضاً غارة على علم الشعب في هذا النهار ولكن لم تسفر عن سقوط أي إصابات بالإضافة إلى قصف مدفعي طال البلدات الحدودية الآن هناك ترقب بما أن الصورة أصبحت في الجنوب هي عملية ردود بين الجانب الإسرائيلي أو الجيش الإسرائيلي وحزب الله هناك ترقب بمعرفة إن كان هناك سيكون من رد لهذا الحزام الناري الذي حصل وإن كانت طبعاً أيضاً تصريحات غالان ستترجم على الأرض في الأيام المقبلة مع الإشارة إلى أن مصادر الحدث أشارت إلى زيارة لوزير الخارجية الفرنسية إلى لبنان يوم السبت المقبل هي زيارة ثانية والتي طبعاً على جدول المواحثات مع المسؤولين سيكون بند المفاوضات خصوصاً بعد المقترح الفرنسي الأخير الذي أعلنت عنه الحدث عبر مصادر ديبلوماسية سيكون هو البند الأساسي إن كان هذه الزيارة ستنعش مجدداً المفاوضات التي كانت جمدت سابقاً منذ آخر زيارة للمبعوث الأمريكي أمس هوكستين شكراً جزيلاً لك ناهد يوسف على كل هذه الإضاحات إذن مراسلة الحدث من جنوب لبنان ناهد يوسف شكراً لك قال يؤاف جالنت وزير الدفاع الإسرائيلي إن الجيش قضى على نصف قادة حزب الله في جنوب لبنان في حين أن النصف الآخر مختبئ جالنت وإذا اعتبر في هذا السياق أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة أكد استمرار ما أسمه بالعملية الهجومية في جميع أنحاء الجنوب لافتان لأن نتائج العمليات العسكرية مثيرة للأعجاب للغاية وفق تعبيره جهودنا في جنوب لبنان أسفرت عن القضاء على نصف قادة حزب الله والنصف الآخر يختبئ ويترك المنطقة أمام عمليات الجيش الإسرائيلي هدفنا هو إعادة السكان إلى شمال إسرائيل وعلى الصعيد العمليات فإن الفترة المقبلة ستكون حاسمة ستكون حاسمة أستمرار ما أستمرار كما هي الإسرائيل شيء إسرائيل لاحظة على تخرج أخرى هناك ثانية الضيخة ındaki مهنة يتسهز سāmان اشتركوا في القناة